يجب أن أتعلم 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 السلام عليكم لطفا قبل ان نبدأ لا تنسوا ان تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا ان ترغطوا لايك واشترك في القناة وتفعيل زر الجرس مساكم بالخير عندنا ساحب عالمية جول 14 برو ماكس وساحب عالمية 1000 جنيه مصري كل الشروط تتفرج على 30 فيديو 70 على قناة كورا شراب وتكتب تنفيذ تعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة بالفيديو حلم بكر يعلق على الاخبار المنتشر عن زيارة عدل امام لو في منزله جيم هو ايهام موكلي بربط المبلغ الخاص به هو 2.400.000 جنيه مصري ببنك سي اي بي بشهادة 18% وعقب ما قام بعمل قرد شخص وتحويله لحسابه الخاص تنظر محكمة جنح العجوزة في الجيزة غدا الاثنين ولجلسات محكمة وكيل اعمال الفنان حلم بق بتهمت النصب على الموسيقار في مبلغ 2.200.000 جنيه ووفق قرار احالة ان اتهم نور بالقضية رقم 23.30 لسنة عشرين 23 المقايدة بالاوراق جنحة بالمادة 3637 من قانون العقوبات فانه توصل الاستلاع على المبالغ المواينة بالاوراق والمنوكة للمجن عليه حلمي عبد الحميد عيد بق وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام المجن عليه بمشروع كاذب ودلت التحقيقات على ان المتهم نصب على الموسيقار حلم بق بعد ان استغل مرضه واهمه بانه احضر له شخصا وادع انه موظف باحد البنوك وحصل منه على توقيع بهدف ربط الحساب البنكي بشهادة التوفير ثم اكتشف لحقا ان المبلغ بالكامل تحول الى الحساب الخاص بمدير احماله اول تعليم عاد الامام على زيارته الى حلم بكر بسبب مرة الاخير تساءل عددا من المواطنين عن عقوبات السرقة بعد قرار نيابة